وإلقائي مزيد من الضوء على آخر تطورات الأوضاع والمشهد معي من لندن زميل عصام عكريماوي مراسل البي بي سي عصام أهلا بك اقراءة الآن في المشهد ما الذي يستلفت الانتباه مع تصاعد الأحداث بهذا الشكل من الجانبين الإسرائيلي ومن جانب غزة أيضا لوحظة في الساعات الأخيرة إيمان إطلاق صواريخ مكثفة من قطاع غزة باتجاه بلدات ومدن في إسرائيل منها بئر السبع وعسقلان وأيضا بعض المناطق المحاذية لغلاف غزة رغم أن القصف الإسرائيلي المكثف خلال الساعات الماضية أدى إلى دمار كبير في قطاع غزة كما تحدث الزميل عدنان البرش من هناك لكن من الواضح أن حركة حماس لا تدالت تملك الإمكانيات لضرب مواقع في إسرائيل تقول أنها سترد على محاولة التهجير بالتهجير أي أنها تضغط على الحكومة الإسرائيلية لتهجير سكان مثلا مدينة عسقلان وهي مدن الكبرى في إسرائيل مقابل ما حدث في قطاع غزة حيث تشير أنباء الممتحدة إلى نزوح حوالي 100 ألف شخص من قطاع غزة داخل قطاع غزة بسبب القصف المكثف الذي تعرض له هذه المناطق إذن القتال ما زال شديدا إسرائيل تقول أنها تستعد للمرحلة المقبلة وكانت أعلنت أنها نجحت في تطهير المنطقة المحادية التي دخلها مسلحون فلسطينيون في اليوم الأول أي يوم السبت الماضي وأنها تمكنت من قتل حوالي 1500 مسلح فلسطيني لكن لا يوجد تأكيد من الجانب الفلسطيني لمثل هذه التقارير حماس تحدث عن إدخال مسلحين جدد إلى هذه المنطقة وأن الاشتباكات ما زالت مستمرة هذا على المستوى الميداني في هذه المنطقة إذن ما زال القتال مستمرا في هذه المنطقة على المستوى السياسي في إسرائيل هناك مشاعرات مكثفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية الأنباء القادم من إسرائيل تقول أن زعماء المعارضة وافقوا على الدخول في مثل هذه الحكومة لكن تجري الآن الاتصالات والمفاوات من أجل تحديد الثمن الذي يجب أن يدفعه من يمين نتنياهو للحصول على موافقة هؤلاء على دخول الحكومة الوحدة الوطنية الهدف منها هو إخراج إسرائيل من الوضع الذي وصلت إليه الأمور الآن هناك انتقادات كبيرة للبن يمين نتنياهو تحمله المسؤولية عما جرى عصام بينما نتحدث إليك الآن هذه الصور حية تأتينا من قطاع غزة لأعمدة الدخان تتصاعد في السماء ربما جراء استمرار الغارات الإسرائيلية كما نرى في هذه الأوينة وكانت ساعات الصباح قد شهدت غارات كثير على قطاع غزة قيلة إن بعضها سهدف مناطق للسكان مناطق أخرى كبنوك تقول إسرائيل إنها تؤوي العديد من المنشآت أو القدرات التابعة لحركة حماس هذا هو المشهد الآن في هذه الأوينة كنا قبل قليل وفي بداية هذه الجولة نتحدث مع مراسلنا في غزة عدنان البرش وكانت الأجواء شبه هادئة في بعض الأحيان هناك قص متواصل يسمع صوته وإنما في منطقة ربما بعيدة عن المنطقة التي كان يحدثنا منها طبعا سنوفيكم بالمزيد من التفاصيل حالى ورودها إلينا في حال حدوث المزيد من الغارات على تلك المنطقة عصام أشكرك جزيل الشكر وبما نعود إليك إذا جد جديد شكرا جزيلا لك نتحول الآن إلى جبهة أخرى الآن